مرحبا بكم أصدقائي اليوم سأريكم منصة جميلة جدا موقع جميل وهو إذراك هذه المرة سأريكم دورات لها علاقة بالأعمال والرياضة وهو كيفية فعل بلوم بيزنس أو دراسة الجدوى لمشروعك وأيضا هذا تخصص وحده يوريك كيفية فعل بيزنس بلان ودراسة الجدوى لمشروعك وأيضا التخصص ثاني فن البيع كيفية تعامل مع زبنائك وكيفية البيع منتجاتك وأيضا التخصص ثالث الذي سأريكم وهو له علاقة بكيفية إذارة المشاريع إذن دعونا ننطلق الآن حتى نرى لنكتشف هذه البرامج سندغط هنا اكتشف المرامج كما قلنا هناك عدة تخصصات ولكن نحن سنركزه على الأعمال والرياضة كما نرى هنا هنا التخصصات التي قلت لكم التخصص الأول هنا وهو تخصص خطة العمل ودراسة الجدوى المالية أي بيزنس بلان كيفية فعل بيزنس بلان لمشروعك وأيضا التخصص الثاني كما قلت لكم وهو إذارة المشاريع والتخصص الثالث وهو فن البيع دعونا نكتشف كل التخصص هنا إذن التخصص الأول وهو خطة العمل ودراسة الجدوى المالية إذن سنقر هنا كما ترى هنا هذا التخصص فيه عدة دورات كما نرى هنا وهي ثلاثة دورات في هذا التخصص الدورة الأولى وهي ما هو خطة العمل وهو البيزنس بلان وأيضا الدورة الثانية كيفية عمل دراسة الجدوى المالية لمشروعك والذورة الثالثة والتي تحتوي على كيفية تقديم خطة العمل ودراسة الجدوى المالية إذن سننتقل للتخصص الآخر وهو تخصص إدارة المشاريع سنضغط هنا على هذا التخصص إدارة المشاريع كما نرى هنا في هذا التخصص إدارة المشاريع فيه عدة دورات وهي الدورات الآتية الدورة الأولى أساسيات المشروع الدورة الثانية هو تخطيط المشروع والدورة الثالثة المشروع من التنفيذ إلى الإغلاق ستحتوي هذه الدورة على عدة أشياء التي ستفيدكم على مستوى إدارة المشاريع سننتقل إلى الدورة الثالثة التي قلت لكم عليها فن البيع سنراها الآن فن البيع كما نرى هنا فن البيع هذه الدورة هذا التخصص فن البيع يحتوي على عدة دورات الدورة الأولى هو البيع بذكاء الدورة الثانية خدمة العملاء الدورة الثالثة تنقيب عن العملاء الدورة الرابعة وهي تفحص نقاط التماس العميل من خلال الأذوات المناسبة إذن هذه الدورة كما نرى فن البيع سترى فيها عدة تقنيات التي ستفيدك سيعطيك فرصة لكي تتعلم فن البيع شكرا لكم أصدقائي وانتظروا فيديوهات جديدة التي ستستفيدون منها إن شاء الله